اشتركوا في القناة ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوكاذا وخلقناكم أزواجا واجعلنا نومكم صباتا واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا وابنينا فوقكم سبعا شدادا واجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا سجادا لنخرج به عبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتونا أخواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ثغابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا عميما ورساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا عدائقا أعنابا وكواعب أطوابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لقوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابعات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم تردف الوادفة تتبعها الوادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في العاخرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زدرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس قوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأغاه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فهذا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أبناها وقع سمكها فسواها وأرقش ليلها وأخرج دعاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها وانجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإلى جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز الجحيم لمن يرى فأما من طرى وآثر الحياة الدنيا فإما الجحيم هي المأوى وأما من خاف مطام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبطوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتذكرى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرى فمن شاء ذكرى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سبعة كرام بررى قتل الإنسان ما أكبرى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدرى ثم السبيل يسرى ثم أماته فأقبرى ثم إذا شاء أنشره تلا لما يقض ما أوره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ يوم يفضل المرء من أخيه وهمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة صاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كفرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البعار سجرت وإذا النفوس زفجت وإذا المهودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحب نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أصرفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ويقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما يورك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتدين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الحجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغاء دين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطفقين الذين إذا كانوا على الناس يستغفون وإذا كانوهم أو وسنوهم يصرون ألا يرن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معقد أثين إذا تقلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بغان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم على ربهم يومئذ للمحجوبون ثم إنهم لصال جحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبغار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبغار لفي نعيم على العرائك ينظون تعرف في وجوههم نهرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختام ممسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاده من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أذره كانوا من الذين آمنوا يضعكون وإذا مروا بهم يترمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فجين وإذا أهلهم قالوا إن ما أباء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثرب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شطت وأذنت لربها وحطت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحطت يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كذحا فألاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسورا وأما من أوتي كتابا وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحر بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبطا عن طبط فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون الله أكبر الله أكبر فللذين كبروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البغود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحبيد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك عديث الجنود في العهن وثمود بل الذين كبروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما اندافق يخرج من بين الصلب والدرائب إنه على رجعه لطاد يوم دول السرائر فما له من قفة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لطول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أنهلهم ويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله مثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشطى الذي يصلى النار كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أخرح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى با تخفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث راشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى هارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سره مرفوعة وأكواب موضوعة ونمرق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف غفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيق إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشقع والوتر والميل إذا يسرهم في ذلك قسم لذيعد ألم تر كيف فعل ربك بعاد في رمضات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصفر بالغاد وفرعون ذي الأغفاد الذين قروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربك فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمًا وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانًا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التغاث أكلًا لما وتحبون المال حبًا جمًا كلا إذا دكت الأرض دكًا دكًا وجاء ربك والملك صفًا صفًا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لعياتي فيومئذ لا يرذب عذابه أحد ولا يوثق وفاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة اضطعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما لن لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقط حمل عقبة وما أدراك من عقبة فهو عقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقابة أو مسكينا ذا مقابة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالموحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا ورأصحاب المشهبة عليهم ناغ مقصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضعاها والقمر إذا تناها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألما فجرها وتقواها قد أفلع من زكاها وقد خاب من دساها كثبت تمود بطرها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسطياها فكثبوه فعقرها فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشا والنار إذا تجلا وما خلق الذكرا أنفا إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسننسره للعصرى وما يضني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلفا لا يصلها إلا الأشطى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأطى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا أتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يغضى بسم الله الرحمن الرحيم والقحار الليل إذا سجى ما رتعك ربك وما طلى وللآخرة خير لك من الأمنا ولسوف يعطيك ربك فتبطى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقى وأما الساحل فلا تنهى وأما بنعمة ربك فعدف بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ورضعنا عنك غزرة الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرة فإن مع العصر يسرا إن مع العصر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطور سنين وعلى ذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم غدرناه أسفل سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أدر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطراء رآه استغنا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لأسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألح شهر فنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفتح بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تهديهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيمة وما تفرط الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويحطوا الزكاة وذلك دين قيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البنية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البنية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أفقالا وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قبحا فالمضيرات صبحا فأثرن به نطعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا معثر ما في القبول وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة من قارعة وما أدراك من قارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هارية وما أدراك ما هي نار حارية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زمتم المطابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لتربن الجحيم ثم لتربنها عينا يقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألمت وكيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كهدهم في تغليل وأرسل عليهم قيرا أبابيل تغليهم بإعجارة من سجيل فاجعلهم كعصب مأكول بسم الله الرحمن الرحيم بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصير فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدر اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الباعون بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَا الْأَغْطَرُ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ثبت يدى أبي لهب وتهبما أغبارا همال وما كسب سيصلى ناغا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفافات في العقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى الناس من شر الوسواس قل أعوذ برب الناس من الجنة والناس قل أعوذ بربها قل أعوذ بربها اشتركوا في القناة